مع العام الجديد كان اليمنيون مترقبين توقيع خارطة طريق التي أعلن المبعوث الأممي قبل أسبوع التزام الأطراف اليمنية بالتوصل لوقف إطلاق نار شامل والالتزام بتدابير أمنية وإنسانية واقتصادية لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن التوقيع سيتم تأجيله إلى إشعار آخر بسبب رفض ميليشيا الحوثي التوقيع عليها وطرحها اشتراطات جديدة تأجيل التوقيع كان متوقعا وفق مراقبين جراء التسرع في الإعلان عن الوصول إلى اتفاق في وقت لم تنضج الطبخة التي عمل على تجهيزها وسطاء إقليميون وبرعاية أممية ويتجسد ذلك في عدم جلوس وفد ميليشيا الحوثي على طاولة واحدة مع الطرف الممثل للشرعية كما أن الجدل والفشل الذين لازمان زيارات المتبادلة للوفد الحوثي والسعودي بين صنعاء والرياض خلال إبريل وسبتمبر الماضيين أنبآ عن وجود الكثير من الملفات الشائكة التي لم تتم معالجتها مراقبون للشأن اليمني يؤكدون أن خارطة الطريق بإرجائها مناقشة ملفات سياسية وعسكرية غاية في التعقيد إلى ما بعد التوقيع مؤشر على أن خارطة الطريق مصيرها سيكون من مصير اتفاق سويد والهدنة الأممية كونها تعالج القشور تحت مسمى الجانب الإنساني دون معالجة الجذور خصوصا ما يتعلق برفض ميليشيا الحوثي التراجع عن خطواتها المكرسة للانقلاب وكذل انخراط في مفاوضات تحافظ على سيادة ووحدة الدولة اليمنية وصولا إلى العملية الديمقراطية في اعتلاء رأس هرم السلطة ويبقى ملايين اليمنيين في حالة ترقب للتوقيع على خارطة عساها تخفف المعاناة الواقعة في ملفات إنسانية كصرف المرتبات والفتح الكامل للموانئ والمطارات والطرقات والمعابر وإن كانت أشبه بالمسكنات دون معالجة المرض المزمن المتمثل في مشاريع الانقلاب والتشضي التي تهدد الجمهورية اليمنية ونسيجها الاجتماعي على المدى الطويل ترجمة نانسي قنقر